اكد السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين اتساق المبادرات التي قام بها صندوق العمل تمكين على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص مع خطط المملكة وتوجهاتها في تحقيق التنمية المستدامة فتخصيص تمكين 40 مليون دينار لبرنامج دعم استمرارية الأعمال يهدف إلى توفير السيولة لمعالجة الجوانب التشغيلية في ظل الأوضاع الراهنة وذلك من شأنه الإسهام في تنشيط المؤسسات والأفراد المتضررين جراء جائحة كورونا للاستمرار في أنشطتهم اقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1232 نقطة بانخفاض بنسبة نصف نقطة مئوية وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاعي الاستثماري والصناعة وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 989 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 223 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 55 صفقة أعلنت شركة طيران الإمارات اعتزامها استئناف رحلات الركاب إلى 9 مدن في 8 دول اعتبارا من 21 من شهر مايو لعام 2020 وأضافت أن من بين الرحلات المستئنفة رحلات الربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء تسجيل المملكة المتحدة انخفاضا في إجمالية الناتج المحلي بنسبة 2% في الربع الأول من العام الجاري بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ويعد هذا الانخفاض الذي تم حسابه بالمقارنة مع أرقام الفصل السابق أسوأ أداء منذ الربع الرابع من العام 2008 ترجمة نانسي قنقر